فنانة بحرينية أطلقت العنانة لأفكارها لتربط الحاضر الجميل بالماضي العريق فصنعت مجسمات خاصة بنبتة الحيابية على هيئة سفينة لتعزز في نفوس الأطفال مفهومها لما فيها من ارتباط كبير بالتراث البحريني الأصيل نعم الزميلة خولة الجرانيس والتفاصيل مجسمات فنية ذات ألوان زاهية تحاكي خيار الطفل وتبحر به إلى زمن الأجداد من خلال سفينة الحيابية تم تصميمها على يد الفنانة التشكيلية فاطمة بشكل جميل ولافت ليزرع الطفل فيها نبتته الصغيرة والتي لا تشبه أي نبتة فالحيابية موروث تراثي خليجي شعبي ارتبط ارتباطا وثيغا بعيد الأضحى المبارك الحيابية لنا عشان هي موروث شعبي عندنا في البحرين فحبيت أن أطور فكرة هذا الموروث أن أسوي حيابية بشكل مبتكر ومشكل مطور عشان تجذب الطفل وتنمي مهاراته بحيث أن الطفل هو اللي راح يزرع الحيابية مولاته يعني راح يربيها وتنمي قدراته وتطور بالمهاراته أيضا فحبيت أن أسويها بهذا الشكل شكل السفينة لأن السفينة نشتهر بصناعة السفن فحبيت أنها تكون سفينة وفي نفس الوقت أنها جاذبة للطفل يعني شكل مطور ويجذب الطفل أنه يختار هاي الشكل علشان يزرع في الحيابية وطبعا هاي لما هو يزرع حيابية حتى أولياء الأمور عجبتهم فكرة أن الطفل هو اللي يزرع حيابية مولاته علشان تشغله عن أمور السوشيل ميديا اللي حين أن أطفالنا كله في السوشيل ميديا هذا المجسم والذي تم تصميمه على شكل سفينة لارتباطه الوثيق بتراثنا العريق في صناعة السفن مديلا باسم الطفل فيشعر بأنه يعتني بشيء يخصه وقريب من قلبه ليضحي به في يوم عرفة اخترت هاي الشيء لنا صراحة حفزنا على الزراعة وبعدنا عن الأشياء الأكترونية وأنا حب الفكرة وايد لأنه ينمي قدراتنا ويخلينا نعرف نزرع ويعلمنا أشياء وايد ونصير قدرة في النفس ونكون نعتمد على نفسنا ما نقع بواي في الموبايل نقوم نعتني نحس بإنجاز سوينا إنجاز كبير ونحن نعتني بالزرع أنا زرع التلحية بيه علشان فعيل الأضحى نرميها ونأكل الأسماك ونضحي فيها هذه الفكرة المبتكرة تحفز الأطفال على فهم معنى التضحية خصوصا وإنها تقدم لهم بأسلوب متميز وجذاب يجمع بين الحادثة والتطور والمرتبط بمضين العريق خصوصا وإن زراعة نبتتهم الصغيرة في مجسم خاص يحمل أسماء الأطفال ويختلف عن كل ما هو معروض في السوء يمنح الطفل خصوصية وتميز قطع خشبية هو تصاميم متميزة صنعت بحب لتنقل تراث الأجداد إلى الأبناء من خلال مجسمات الحيابية والتي تم تصميمها بأسلوب مبتكر لتكون قريبة من روح الطفل فيحاكي من خلالها ذلك الزمن الجميل خلال جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين